مع بدء العد التنازلي لعمر البرلمان في العراق احتدم الصراع السياسي لتشكيل الكتلة الأكبر نواة الحكومة القادمة وتتزايد مساعي شركاء العملية السياسية لضمان حصصهم في مقاعد السلطة والنفوذ للسنوات الأربع القادمة والابتعاد العراق عن موضعه الطبيعي تبتعد كذلك الأجواء السياسية عن مفاهيمها المألوفة فيحال التنافس وكأنه صراع ديكة وتصبح مناصب الحكومة غنيمة يحاول كل طرف الفوز بها كما قال النائب والقيادي بتحالف الفتح رحيم الدراجي وعملا بمبدأ شاهد من أهلها ينتقد الدراجي الحراكة السياسية لتشكيل الحكومة محذرا من تحويل المناصب الحكومية لإقطاعيات تابعة للأحزاب عبر السيطرة على مراكز القرار من قبل من سماهم بالمتسلطين ولحساسية الوقت الحرج يخشى البعض من دخول البلاد بفراغ دستوري باستمرار عمل البرلمان المنتهية ولايته كما قال مستشار رئاسة الجمهورية أمير الكناني الذي أكد أن غياب إحدى السلطات الثلاث يشكل خرقا للدستور وهذا ما يشابه إلى حد ما خرق عام 2010 الذي حذر من تكراره ائتلاف أياد علاوي عندما حرم من تشكيل الحكومة باعتقباره القائمة الفاسدة وأسند منصب رئاستها إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالك ائتلاف علاوي قال إن السيناريو يتكرر الآن من خلال غض النظر عن عمليات التزوير الكبيرة والخروقات الفاضحة التي شابت العملية الانتخابية وهو بذاته يعده كثيرون غض طرف عن فضائح أكبر تشوب العملية السياسية برمتها ولأن المحاصصة الطائفية والمنافع الحزبية كانتا حجر الزاوية بالعملية السياسية الراهنة يهرول الجميع نحو الكتلة الأكبر لتغيب بذلك أي ملامح للمعارضة فهنا المعارض إن وجد سيكون عادة إما نازح أو مهجر أو منسي خلف القضبان